في إطار النهوض بقطاع الطيران مراسلنا عوض الغنام يرصد لنا من ورشة المحركات في شركة مصر للطيران أعمال الصيانة والأعمال الفنية التي تشمل إصلاح أجزاء ووحدات الطائرات والتي تغطي كافة الترز والمحركات نذهب إذن مباشرة إلى زميلنا عوض الغنام عوض أهلا بك ويبدو من ورائك محرك طائرات تتم صيانته في هذه اللحظات صف لنا ما يحدث الآن تحياتي أحمد ما يتم الآن هي جولة لمعالي وزير الطيران إلى مكانان هماني تابعاني لوزارة الطيران نحن الآن في الورشة الاستراتيجية الأهم لإصلاح المحركات بكل أنواعها وبكل أصنافها ثم سينتقل بعد ذلك الوزير إلى مركز المحكاة والتدريب التابع أيضا لوزارة الطيران إذا بدأنا بالمحطة الأولى لجولة وزير الطيران كما أسلفت بالفعل نحن داخل هذه المحطة التي يتم عملية صيانة لأحد المحركات المهمة للغاية على الهواء مباشرة وهذه الورشة ربما يعني هذه صورة خاصة حصرية لم يسبق لأي وسيلة إعلام أن دخلك في تلك الورشة المهمة للغاية وهي تابعة لمصر الطيران مايو القادم تعلم بأنه سيمر 90 عاما على تأسيش شركة مصر الطيران وتابعة لشركة مصر الطيران للخدمات الفنية والصيانة ما يتم الآن في أجذاء كبيرة من هذه الورشة هو صيانة لعدد كبير هائل للمحركات سواء لمحركات الخاصة لمصر للطيران أو لمحركات دول أخرى أو شركات خاصة تعلم بأن مصر تمتلك أسطورا عظيما يتبع شركة مصر للطيران وهذه الخدمات جزء منها موجود في كل المطارات المصرية نتحدث هنا عن سماني مطارات بالأحرى نتحدث عن مطار القاهرة ثم مطار برج العرب والأسكندرية وشارم الشيخ والغردقة ومرسى علم وأسيوت وسوهاج بالإضافة إلى أسوان والأخصر كل هذه المحطات إصلاح أي سلبيات أو أخطاء أو تلف فني أو أي شيء مرتبط بحركة الطيران بصفة عامة وليس فقط المحركات لكن نحن هنا في هذه الزيارة لورشة خاصة بالمحركات لكن هناك ورش أخرى مرتبطة بأجزاء مختلفة من الطيران الجديد في هذه الورشة كما استمعنا لعدد من الفنيين والقائمين والمهندسين على هذه الورشة أن هناك دول عديدة في العالم وبدأت تأتي إلى هذه الورشة لكونها تملك إمكانيات عالية للغاية تعلم بأن مصر تملك عمالة فنية عالية الجودة ولكن رخيصة السمن مما أعطاها ميزة نسبية فيها التنفسية في هذا المجال يكفى أن أقول لك بأن أحد التقارير الصادرة عن إحدى المؤسسات العالمية للطيران في العام قبل الماضي يتحدث عن التكلفة الكلية لعملية الصيانة للطائرات 90 إلى 80 مليار دولار نصف هذا الرقم يأتي إلى صيانة المحركات فبالتالي مصر بامتلكها لهذه الأدوات والفنيات أصبحت في إطار التنفس الجيد في هذا المجال بلا شك المحرك الواحد من هذه المحركات سمنها أحمد ما بين 12 إلى 25 مليون دولار هنا كل ما يتم في هذه الورشة بالدولار لا يوجد أي إطلاقا للعملة غير الدولار حضورا كل ما يتم في هذه الورشة بالإمكانيات العالية للغاية بالتقنية العالية للغاية كل الفنيين والمهندسين حصلوا بالفعل على إجازات عالمية من أهم المؤسسات الدولية العاملة في قطاع الصيانة والطيران في هذا الوقت وصل وزير الطيران ومعه وفدا من الصحفيين لجولة داخل هذه الورشة التي تملك إمكانيات تعالية للغاية أخيرا أختم معك أعوضي إسمعني هل زيارة الوزير فقط لتفقد المكان أم أن هناك ربما افتتاحات أو توسعات استدحت في هذه الورشة كنا منذ قليل نجري معه مقابلة مع إكسترا نيوز سألت هذا السؤال قال بأن هناك تطوير سيتم في هذه الورشة حتى تصل وهي بالفعل تملك هذه الإمكانيات الفنية العالية لكن لدينا طموح كدولة مصرية أن تدخل في هذا المجال في تنفسية جيدة للغاية يكفي أن أقول لك أن الشركة العراقية مثلا باتت تأتي إلى هنا لإصلاح محركاتها عدد كبير من الدول العربية والميرتانية والبلجيكية أصبحت تأتي بمحركاتها إلى مصر لإتمام عملية الصيانة هناك قائمة كبيرة من دول العالم أنا فجئت بها لأول مرة عدد كبير من لا حصرة له نتحدث تقريبا عن 140 شركة عالمية تأتي هنا إلى مصر خصيصا في هذه الورشة لإجراء عملية الصيانة لأنها تملك إمكانيات عالية للغاية ربما في رقم واحد هي الإمكانيات الفنية للعام للمصر رقم اثنين بعدما تنتهي عملية وصول المحرك لعملية الصيانة هناك يعني كنت اعتمنى أن تصل الكاميرا هناك معمل كيميائي لا يوجد له مثيرا في العالم يعني هذا هو الثاني معمل كيميائي في العالم يتم التعامل معه في هذا المكان الريش الخاصة أو الزعانف لمحيط محرك الطيران يعني الريشة الوحيدة أو الزعنفة الوحيدة سمنها 70 ألف دولار تخيل إلى أي مدى الصيانة في هذا القطاع حيوية مهمة للغاية مصر وضعت قدما في هذا الاتجاه سيعود علي بالنفع بلأ أدنى شكل المحرك الواحد تتم الصيانات وداكل هذه الورشة بتكلفة 5 مليون دولار على كل حال هذه هي المحطة الأولى نرافق فيها وزير الطيران حيث نحن متوجدون في هذه الورشة الفنية لإصلاح المحركات ثم سننتقل بعد ذلك إلى مركز المحاكاة أيضا سيكون هناك مؤكد سيكون هناك جديد وسيكون هناك مقابلة أخرى مع وزير الطيران المشهد حتى هذه اللحظة لو لديك أي تسألات تفضل زميني أحمد أشكرك عوض لكن أكيد سلامة الركاب أهم كثير من أي تكاليف يمكن أن تدفع في هذه الورشة وأيضا أهمية هذه الورشة أنها تأتي مباشرة بعد عودة حركة الطيران العالمي إلى طبيعتها التي توقفت لأشهر بسبب جائحة كورونا فبالتالي هناك حاجة بالفعل ماسة لمثل عمليات الصيانة التي تتم لديك حيث تتقف الآن بلى شك يكفي أن أقول لك أن جائحة كورونا نعكس السلبة على عديد من الاقتصاديات خرجت مصر منها سالمة منها قطاع الطيران لم يتأثر بالسلب بشكل ربما جزئي لكن عدد كبير من الدول تعلم بأن آخر هذه الإشكاليات الخاصة بقطاع الطيران كانت في شركة الطيران الإيطالية أعلنت إفلاسها وهي من أقدم شركات الطيران في العالم مصري تملك الآن أسطولا كبيرا وفي الطريق سيتم تحديث أسطول برقم كبير نتحدث عن 850 مليون دولار لأن الموقع الجغرافي المصري هنا مؤثر للغاية وإذا نعودنا الحديث عن هذه الورشة هذه الورشة لديها فروع أيضا خارج مصر يعني المطارات العالمية نتحدث عن 14 مطارا دوليا يوجد منه نسخة لهذه الورش الخاصة بإصلاح المحركات وغير المحركات نتحدث عن الرياض نتحدث عن الدمام نتحدث عن الخرطوم نتحدث عن الكويت غالبية الدول الإقليمية والعاصمة الإقليمية يوجد فروع لهذه الورش وبطبيعة الحال كلها كفاءات مصرية خالصة لا يوجد في هذه الورشة ولا أي فني غير مصري كلها تواقم فنية مصرية عاملة في هذا القطاع وقطعت شوطا كبيرا وهناك مؤسسات عالمية يعني أعطت لهذه الورشة ولقطاع التيران عموم المصري إشادات بهذا الإنجاز الملموس أشكرك مرسلنا عوض الغنام الموجود الآن في داخل ورشة المحركات في شركة مصر لتيران بتوفيق إن شاء الله